شني حكيت التدليس انت عاقود لمنعبية كاملونية. لا لا بسماش منها. دليل خانك عمل الساعة. اللي قالوا في الفيفا طيو موجود في تدليس وتحقيق في الفيفا تهموكم بفسخ العاقد من جانب واحد. شو فيها انت فغالي كنت موجود كي جاو هما هكا بلي. لا لا منيش موجود. قبل. لا قبل هما جاو في دوب مشد عبد السلام اليونسي. وقت جوزيري جا جا. لانترنر البلجيكي لو لاني قبل الليلي. جوزيري جا قال ما حاشتيش بهم. انا سئلت اه وقت لهما شكاو انا موجود. انا منيش موجود وقت يوقع انتدابهم وقعد الفسخ. لكن موجود وقت لهما شكاو. كي شكاو سئلت انا مجد الغليف. قالي العملية انهم جاو. لانترنور مقبل همش. جابهم سفين الحدوس يظهر لي. جوزيري جا مقبل همش. وقع فسخ وراني وعطاني معنتها انا حقني جبت لك نسخة من الفسخ. هزهم مشاول البلدية عرفوا بالامضة على كتب فسخ. اخذوا مستحقاتهم حسب العقد. اخذوا دو سالير. وفسخوا العقد معنتها حسب العقد. ومشاولا. يعني شكاو منك يقول مش غير جمه الواضح. هابش اقول لك علاش لانو ساهل ياسر لانو الوكيل امتاحهم. وهنا باش نزيد نطمن لا احبان نادي الافريقي مرة اخرى. لانو العملية الكل انطلقتها هي عملية ابتزاز للنادي الافريقي من الوكيل امتاحهم. الوكيل امتاحهم كي روحوا هم للكمرون. قال لهم عليش تصحوا في الوثيقة ذي. وطلبوا. قال لهم معنتها كينكم ارغمتوهم على الامضاء. وانا بش نطعن في الامضاء هذي. فش كاية متاع وقال سي بالاسينية يروسيها ليسر. فهمت هو اطعن بينه مش. الفيفا طلبت من من نادي الافريقي الاصولي. اكد لي مجدي انهم بعثوا الاصول خلافا لما يقال وما يشاع. تبعثوا الاصول متاع الفسخ. وتبعثوا كذلك ميلوات ووثيق اخرى فيها طلبات من الرئيس النادي ومن الوكيل هذي انهم ياخذوا الفلوس بطريقة غير قانونية. هم اقتصاروا جاءوا في تونس. الرئيس امتاحهم والوكيل ارتكبوا مخالفات قانونية كبيرة. طلبوا انهم الفلوس ياخذوهم اسباس وياخذوها في تونس. وهذا يموثق. دونك النادي الافريقي موقفها قوي جدا في الملف هذا. ونزيد نقول لك حاجة اخرى حتى كان موقفها ضعيف. انا نقول لك انه رأي الفيفا ما تحكمش بالتدليس. ما هيش سلطة قضائية. مش اختصاص. مش اختصاص. هالفيفا تقول لك بره جيب لي حكم نهائي في التدليس. حكم جنائي في تدليس من البلد الذي صاد فيه عملية تدليس. ومن بعد انا نحكي. مانا الكلام اللي قالي فما تحقيق في الفيفا وحاجة ذا يكون. انا سمعت انا سمعت اه 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 مساج فوكال بيعثوا واحد قارة وسهي القرار سدر في الفيفا بناء على التدليس انزال ندي الافريقي. قاعدت نضحك. ما ايقافت لجمهور على فيسبوك. ما اعتصد يونان بورتكوا والجمهور دخل بعض وما ثماش منها روما ايجا نقول لك فقه قضاء الفيفا مستقر. انا قلت لك في في كرواتيا. لسينياتيور ما عندهم حتى علاقة ببعضهم. والفيفا حكمت بالآداء معنتها تعرف شنو بش يسيروا بير ديكا في ملفات الكامرونيين. او بير ديكا بش تحكم بالآداء لللاعبين. فقط لا ثم نزول ولا ثم تدليس ولا ثم حد شيء.